لم يسلم اليمن من التضخم العالمي وارتفاع سعار الطاقة رغم أنه منقطع عن العالم إلى حد كبير بسبب الحرب المستمرة منذ 2014 التي خلفت مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين ودمرت كذلك اقتصادا هشا للغاية ما دفع جزءا كبيرا من حوالي 30 مليون يمني إلى حفة الجوع والمجاعة وعلى مشارف مدينة تعز في جنوب غرب البلاد التي يحاصرها الحوثيون لكنها لا تزال تحت سيطرة الحكومة في جبال جنوب اليمن الغارق في الحرب إذا اصبح خشب الأشجار مصدرا بديلا للطاقة لسكان بلد فقير يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ويقول مواطنون أنهم توجهوا إلى قطع الأشجار وبيعها لأنه ليس لديهم وسيلة أخرى للعيش وهي كارثة أخرى لليمن لكنهم يؤكدون أنهم لا خيار أمامهم سوى بيعها مثل ما لا خيار أمام الناس سوى شراءها ترجمة نانسي قنقر